موسيقى نقيب المحامين يقرر تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5% للمستحقين للمرة الثانية نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية للمستحقين للمعاشات بمناسبة عيد الميلاد المجيد استجابة للسادة المحامين النقيب العام يقرر زيادة ساعات العمل بالنقابات الفرعية ذات الكسافة العالية خلال فترة تجديد كرنيهات العضوية واستخراج البطاقة العلاجية نقيب المحامين يعقد لقاء مفتوحا مع محامي الأقصر ويشهد جلسة حلف يمين قانونية للأعضاء الجدد بالفرعية النقيب العام يجري جولة تفقدية لغرف المحامين بمجمع محاكم الأقصر نقيب المحامين يشهد افتتاح الدورة الجديدة لمعهد محامات سهاج ويعقد جلسة حلف يمين لأول مرة لنقابة فرعية نقيب المحامين يلتقي محافظ سهاج لبحث حل أزمة مقر النقابة الفرعية النقيب العام يفتتح استراحة المحامين بطمى ويؤكد نقوم بتنقية الجداول وفقا لضوابط حددها قانون المحامة نقيب المحامين والمحافظ يضعون حجر الأساس لنادي محامي سهاج رئيس مدينة سهاج الجديدة نادي المحامين في أفضل مناطق بالمدينة محافظ سهاج مستعد لتقديم كفة أوجه الدعم لنقابة المحامين نقيب المحامين يفتتح نادي المحامين بقفة بقنة ويعقد جلسة حلف يمين للأعضاء الجدد بالفرعية النقيب العام يجري جولة تفقدية لغرف المحامين بمحكمة قنة ويستقبل رئيس المحكمة بداخل استراحة المحامين نقيب المحامين يعقد لقاء مفتوحا مع محامي قنة ويعرض سمار ميكانة الخدمات النقابية نقيب المحامين يفتتح استراحتي قفة وقوس بقنة نقيب المحامين يشارك في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة نقيب المحامين وأمين الصندوق يزوران الأستاذ سعيد عبدالخالق عضو مجلس النقابة للإطمئنان على صحته أمين صندوق نقابة المحامين أندية المحامين ستكون أفضل أندية على مستوى الجمهورية برعاية نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام انطلاق محاضرات المرحلة القانونية من دورة مساند ومقررة لجنة المرأة تعلن عن إنشاء لجنة لدعم زو الإعاقة من الصمي والبكني ترجمة نانسي قنقر